اخويا ها؟ ده حمامك وصابونك وفوتك وبشاكيرك وحلقتك وماكنك ماشي؟ ماشي وده مطبخك وحيله لك وسكاكينك وبصلك وتوابلك وكفتتك وعيشتك كلها وان احياته قدت نومي وشبشبي وكفرتتي والحافي واتغطة لما اتبرد خلاص يا صلاح هتعرفلي على بيتي انا فاكر كل حاجة كويس اه صحيح انت فاكر كل حاجة قبل الحادسة ومشي تفتكر حاجة بعد الحادسة الدكتورة قالت كده الدكتورة الدكتورة مين يا صلاح؟ الدكتورة بطول اللي قابلناها وبيديتك الكارت بتاعها في جيبك بطول الجمل؟ ايوا بتعارف انا اللي حاس في نفسياتها يا صلاح ايه؟ ان انا الناس كل حاجة وفاكرك انت بالذات طيب بقولك ايه؟ ايه؟ انا مش عايز بقى اسيح في الحتة على اللي برارلي عشان صورت لعب في ايه عم ما حربي الكلام اللي انت بتقوله ده عربي؟ ما اصغر نفسي يا اخي؟ ايه عربي الكلام ده عربي؟ ما اقولك ايه عربي؟ ما استغفر الله العظيم يا رب؟ قالوا عم شحاتة؟ ايزاك عم شحاتة؟ اه طبعا فاكرك قالوا لك ان مخ تفرمت مين اللي قالك عم شحاتة؟ صلاح اه 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 كده برضه صلاح متجيش تاخد اخوك اول يوم واخرج من المستشفى ايه اللي حصل في الدنيا يا رجال؟ يا رب يا رب اسطرها معا يا رب انا واحد مش فاكر اي حاجة خلص ده مينو بيخبط عالصبح ده بس حمدالله بالسلام يا عربي ازايك عمدالي وازاي السعداء امراتك اللي بالحق يا ولدت ولا لسه لسه قدينها مستنظرين الفرج كنت عايزوا النبي منك الإجار لاحسن الحالة ضانك قاوي خد ماشي حالك بالخمسين جنيه دول ماشي ماشي يا عربي السلام يا عمدال مع السلام السلام يا عمدالي السلام ده مينو بيخبط علينا الصبح كده حمدالله بالسلام يا عربي الله يسلمك عمدالي ازايك وازاي سعداء امراتك اللي بالحق يا ولدت ولا لسه لسه مستنظرين الفرج كنت عايز منك الإجار والنبي اللي حسن الحالة ضانك قاوي ماشي حالك بالخمسين جنيه دول ماشي يا عربي السلام يا عمدالي السلام السلام يا عمدالي السلام هتنفذ اللي هنقولك عليه هنرجعه لك وفي بوصة استنى من هنا مكالمة خلال يومين الجاين دول فيها كل التعليمات السلام يا عربي اetera السلام يا عربي فقضيت خطف ابنك. بصليم البلاكولة نوافك تحت اهو. انا هو انا هو يا عرب. ازاك يا باشي? معلش بقى الصراحة انا مش فاكرك خالص. ده تفتكرني ازاي يا عرب انت امرت شوفني اصلا. مهم. قول لي فيه اي حاجة جديدة حصلت. حد كلمك اتصل بيك بتاعنا. ولا حد عبرني. لباب خبط ولا جرس تليفون راني. اه. طب انزلي يا عرب. ننزلي انا وقت مستنيك. هنروح مش وارسة او مع بعضينا. حمام يا باشي. حمام. انت من اللي جاي عالصبح ده. الحمدلله بالسلام يا عربي. الله يسلمك عم مدالي. ازايك وازاي سعداء امراتك. الا بالحق يا ولدت ولا لسه. لسه. قدينا مستنيين الفرج. كنت عايزو النبي منك الاجار. لحسن للحالة ضنكة قوي. والله عندك حق. انا تقلت عليك خالص. معلش بقى عم مدالي اخر خمسين جنيه معايا. استحملني شوية. ماشي ماشي يا عربي. السلام يا عم مدال. الله يبارك لك. السلام يا عم مدال. ايه زهق ده. نشوف الوقت صراح فين. عربي. عربي عربي مين يا باشي. عربي مين يا باشي. عربي مين يا الله العظيم ما عملت حاجة يا باشي. والله ما عملت حاجة. ايه عربي الفيلم الهند اللي انت عملت. ده لازمته ايه كل ده? ما عملتش حاجة. ما انا عارف يد منك ما عملتش حاجة. تعالا يلا اركب يلا. سيل. يلا بس. ما عايز اعرف انت جيبني هنا ليه? ايه يا عربي. المكان ده ما بيفكراكش بحاجة. طبعا بيفكرني. ده مكان الحادثة. جميل. عايزك بقى تمثلي ايه اللي حصل يوم الحادثة بالزبط. مسلك? انت جيبني المشور ده كله عشان لمثل. ولا. بقولك ايه? لو عايز ابنك يرجعلك يبقى تعمل اللي بقولك عليه بالزبط. امسك. استاني. والا. تشك رزوء. مين سيادك؟ انا الرائد لبيب. ايوه مين الرائد لبيب؟ باشا انا ابني مخطوف النبي ومش نقص. ما انا بقى الرائد لبيب اللي بيحقق في قضية خطف ابنك. انا مين؟ الرائد لبيب. اللي بيعمل ايه؟ بيحقق في قضية تمام. خطف ابنك. تمام. ها. تمام يا باشا تمام. ابقى تمالي فكرني بس انت بتوهم مني. فضل قولي ايه اللي حصل في الحادثة بالزبط. حاضر. بص يا باشا. خليك في ايد عشان ما تتوش مني. وما دخلوا من هنا سيادتك. ما تصدر انتقوش عن انتقوش انتت فخر في القومة. شو تجد. ما تصدر. ما تصدر. ما تصدر. ما تصدر Asma قد exhaustedبر sold振𝓶 améric عينيو سعيد فين اقرب محاطة غاز طبيعي هنا اقرب واحدة يا باشا بعد 20 كيلو من هنا يعني ايه اقربية غاز معدية من هنا لازم تموم المحطة دي ولو معدية من هنا اقرب واحدة من هنا 300 كيلو يا باشا طيب لملي كل اللي في استراحة هنا والمحطة هتوني على المكتب حاضر يا فادي يابا ان شاء الله خير يا صاحبي ياباش انا فاكر شكل العربية دي قوي اصل العل اللي كانوا فيها لما اغز يعني كان شكلهم لبر حتى انا شديت مع الواد اللي كان سايق لانه كان مولع سجارة ومرضيش شط فيها كانوا كم واحد العال دي كانوا يا باشا تلاتة اتنين في الكابينة واحد نايم ورا والواد اللي كان جانب السواق لما اغز يعني نزل يفك مياه ورجع تاني طب انا احتاجك توصف لي اشكال العال دي بالضبط حاضر يا باشا وانا على حسب ما افتكر يا باشا اللي كان سايق كان ابيضاني وابدأ اللي كان جانبه بقى كان ضخم قوي يعني انت يا حاج مش فاكر اوصاف العال دي الصراحة يا باشا انا مش فاكر حاجة اصل الدنيا كانت عتمن وانا لما اغزة نظري على قدش قول لي بقى ابو صلاح عربي اخر مرة كلمك فيها كانت امتى يا باشا انا مش فاهم السيمو الجيمة